أكد الأخ محمد علي الحوتي رئيس اللجنة الثورية العلية على أهمية الدولة الذي يقوم به البريد اليمني في الحفاظ على الأموال الخاصة وإيصال مرتبات موظفية الدولة في مختلف محافظات الجمهورية وقال خلال لقائه بموظفي وموظفات فروع البريد اليمني في افتتاحه لدورة تدريبية وتأهلية تستهدف موظفي وكوادر هيئة البريد اليمني قال إن على هذا الكادر أن يكون بقدر المسؤولية المنقا على عاتقه لأن المواطنين بحاجة إلى أن تقدم وتسهل إليهم خدماتهم وأن تصل خدمة البريد إلى كل شخص وعميل من عمراء البريد اليمني في أي مكان في أراضي الجمهورية اليمنية كما أعلن رئيس اللجنة الثورية العلية عن مجموعة من الإجراءات التي سيتم تجشينها من مشاريع عملاقة وصوت الضاف إلى خدمة البريد اليمني وخاطب رئيس اللجنة المتدربين بالقول أنتم أساس لهذا المستقبل والوطن مهما مر به من التحديات إلا أننا نستطيع أن نتجاوزها بكم وبأمثالكم من أبناء الوطن الشرفاء الذين يغلبون مصلحة الوطن فوق كل مصلحة نريدكم لبناء الوطن وبناء مؤسساتي ومن هنا ندعو كل الإقوة أصحاب الكفاءات والقدرات أن يبذلوا كل ما في وسعهم لاشتثاث الفساد والتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة نحن نعلم أن هناك اختبط فساد كبير جدا أفشل مشاريع البناء وأفشل الخطط التنموية ولكن نريد أن تكون الأعوام المقبلة لموذجة للتقلب على حالات الاختلالات الإدارية أو الفساد المالي وأشهد رئيس اللجنة الثورية بأداء طاقم البريد سواء في المركز الرئيسي أو فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية داعيا كافة المواطنين إلى ترك الخلافات الجانبية لأن الخدمة التي يقدمها البريد اليمني هي خدمة للوطن بأكمله وللمجتمع بأكمله بمختلف شرائحه مضيفا أنه لا يتصور من أن أبناء الوطن في يوم من الأيام أن يكون عرضا للمناكفات المذهبية والحزبها أو غيرها من المناكفات التي يحاول الأعداء زرعها بين اليمنيين وعبر رئيس اللجنة عن سعادته مقابل استمرار الطاقم البريد اليمني في العمل بمختلف فروعه مشددا على ضرورة الحد من إهدار المال العام وإهدار الطاقات ومقدرات البلاد قائلا صحيح أن الناس في هذه الفترة بالذات يعيشون ويتحركون من وزنات ششقيلية قليلة جدا لكن يجب أن يتحل الناس في هذه الظروب بالذات بالإباء والتحدي أمام كل مشاريع التي يحاول الأعداء فرضها على الشعب اليمني ونحن نعتقد أن الشعب اليمني قادر على الانتصال وأن ينجز كل مشاريعه بما إذا كرس الوطنيون أدوارهم وحياتهم ونذروا كل مصالحهم من أجل الوطن في هذه المرحلة بالذات نحن بحاجة من كل يمني على مستوى خريطة الجمهورية اليمنية أن يتخلى المصلحة الضيقة الشخصية وأن ينذر حياته لله ولوطنه والمواطنين حتى نستطيع أن نخرج من المحنة التي تمر بنا وقال رئيس اللجنة الثورية العليا أن الهدة المعاننة شابتها بعض الخلقات المتكررة من قبل الطرف الآخر في عدة أماكن مستدركا بالقول نأمل أن تتعقل دول العدوان وأن تدرك أن المرحلة ليست مرحلة استمرار العدوان لأن تدهور الوضع الإنساني في اليمن أصبح بشكل مقيف جدا وهم يتحملون المسؤولية أيضا وما يقدمون عليه هو قتل الشعب اليمني الذي لا يمثل خطرا عليهم ولا يمثل خطرا على شعوب الأمة العربية نحن نقولها دائما الخطر يأتي من الكيان الغاصب والإرهاب يأتي من أمريكا وبريطانيا ومن صنعوا القنابل العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا أما نحن في الجمهورية اليمنية فنحن صنع سلام ونحمل البندقية لنواجه من يعتدي علينا لأنه حق مكور ومشروع من كل شراء السماوية واختتم الأخ محمد الحتي كلمته بالقول أن هذا النصر الذي تحقق على عيد أبناء اليمن الشرفاء من الجيش واللجان الشعبية هو نصر لكل اليمنين وليس نصرا لأحد الشعب الذي يقف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية الشعب الذي أسمى ويسهم دائما بقاوة للعطاء والشهدان وتمنى على موظفي هيئة البريد أن يكون حراسا على المال العام مضيفا بأن هناك تلاعب اختلالات وسيطة سابقة وقد حاولت الإدارة الحالية الحد منها كما تمنى من القائمين على إدارة مراكز البريد وفروعه في استمرار على أقد الدورات التدريبية والتأيلية للمواطنين داعيا بقية مؤسسات الدولة أن تحذو حدو هيئة البريد في تأهيل وتدريب استيعاب الموظفين العائدين إلى أعمالهم كي يكونوا مؤهلين جيدا لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتقديم أفضل ما لديهم